السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض المراجعات للتدي امتحان احنا عشان المراجع هتبقى طويلة جدا فاحنا قسمنا المراجع على تلات مرات ناخد الوحدة لوحدها وناخد الوحدة التانية لوحدها وهناخد الوحدة التالتة لوحدها احنا نحل النموذك اللي هو على كتاب المدرسة بس وانا بحله هتلاقيني اللي انا بشرح في الوحدة وهلملك ان شاء الله الوحدة كلها وانحنا بنحل الامتحان ده يعني مش هيبقى المراجعة مختصرة على حل الامتحان بس لأ انت هتلاقيني بشرح لك الوحدة كلها من الامتحان ده نبدأ دي مع بعض بيقول لي اكتشف العالم نقط مستويات الطاقة الرئيسية في الزر هل هو بور ولا مندليف ولا مزلي ولا هوف مين تيجي جد نشوف مع بعض هلاقي ان مندليف هو اللي عمل اول جدول دوري حديث ورتب العناصر ترتيبا ده سعوديا حسب اوزانها الزرية اما مزلي عمل ايه مزلي عمل رتب العناصر ترتيبا ده سعوديا حسب اعدادها الزرية مزلي ولا عمل الكلام ده اما هوف مين ده بتاعت التحليل الكهرابي للماء جهاز فولتا متر هوف مين و بور هو اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الزر اللي هم سبعة اللي هم ايامستر كي الام ان او بي كيو مندليف عمل اول جدول دوري حديث ورتب العناصر ترتيبا ده سعوديا حسب اوزانها الزرية والجدول ده بتاعت مميزات وغد عيو ايه هي المميزات بتاعته ايه هي العيوب بتاعته مميزاته ان هو تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم اوزانها الزرية يعني عمل خانات فرغة كده في جدوله حسب خانات فرغة في الجدول بتاعه عشان يحط فيها عناصر قيمة الوزن الزر بتاعه عمل ايه تاني صحح الاوزان الزرية المقدرة خطأ لبعض العناصر كان فيه عناصر الوزن الزر بتاعها مقدر خطأ يعني كانوا العلماء عاملينه غلط هو صححه طب ايه هي كانت عيوبه اللي اضطر الى الاخلال بالترتيب التصاعدي للأوزان الزرية يعني معارفش انه هو يمشي بنفس الترتيب التصاعدي بتاع الأوزان الزرية ليه عشان وضعها في مجموعات تتناسب مع خوصة عشان يحطها في مجموعات تتناسب مع ايه مع خوصة عمل ايه تاني من العيوب بتاعته اضطر الى التعامل مع نظائر العنصر الواحد على انها عناصر مختلفة ليه لان النظائر دي هي صورة تختفق صورة مختلفة من الزرات العناصر بتتطفق في العدد الزري وتختلف في الوزن الزري يعني لها عدد زري واحد بس الوزن الزري بتاعها ايه مختلف ده مندريف اللي هو عمله وعرفنا النبور هو اللي عمل مستويات الطاقة وعمينا رازالفورد هو اللي اكتشف ان النواب تحتوي على بروتونات مجابة هو اللي اكتشف ان النواب تحتوي على بروتونات مجابة اما عمنا موزلي موزلي ده هو اللي عمل الجدول الدوري التاني رتب العناصر ترتيبها تساعدان حسب ايه حسب اعدادها الزرية وعمل حاجتي اللي لازم تعرفها اضاف الى الجدول المجموعة الصفرية هو اللي عملها واضاف اليها عناصر اخرى اكتشف بعد جدول مندليف وعمل حاجة كمان خصص مكان اسفل الجدول علشان عناصر اللانسانيدات والاكتينيدات طب اذا ما اندخلت خد مندليف وخد موزلي طب ما اندخلت على الجدول الدوري الحديث الجدول الدوري الحديث ده رتب فيه العناصر ترتيبا ده ساعدان حسب حاجتين العدد الزري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرائية بالالكترونات يبقى على حسب حاجتين العدد الزري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرائية بالالكترونات يبقى هنا مين اللي اكتشف مستويات الطاقة عمنا بور اكسيد ستوديوم من الاكاسية نقطة نجي ناخد مع بعض الاكاسية المترددة اللي هي الفلزات الضعيفة واجبال فلزات دي الاكاسية المترددة الاكاسية الحامضية الاكاسية الحامضية زي الحامض الواتحة 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 الوات فلز يدفن في الماء يجبني أكسيد قاعدي يبقى أكسيد يصد من الأكسيد القاعدية جميع العناصر التالية من أشباه الفلزات أنا عندي العناصر أربعة حجات فلزات لا فلزات أشباه فلزات غازات خملة فلزات المجمعة 2A واخد عنصر العنصر من المجمعة 3A أشباه الفلزات واخد شوية من 3A وشوية من 4A أما اللا فلزات واخد شوية من 5A و6A و7A الغازات الخملة واخد المجموعة السفرية الدورة بتبتع في فلز قوي ثم تقل الفلزات تدرجية إلى الناصر إلى أشباه الفلزات ثم يبدأ ظهور اللا فلزات الضعيفة حتى نصل إلى أقوى اللا فلزات بعد كده الغازات الخملة يبقى 100 العناصر التالية من أشباه الفلزات عادة مين التريليم شبه فلز السيليكون شبه فلز البرون شبه فلز مين الفلز الواحد مين اللا فلز اللي هو البرون ده لا فلز سائل وده اللا فلز الواحد اللي هو إيه؟ اللي هو سائل سائل أقوى الفلزات إحنا نستعيلين أقوى الفلزات بتبتع في فلز ايه؟ قوي اللي هو انا عندي الجدر الدوري بيكون من سبع دورات أفقية وطمانتاشر مجموعة رأسية سبع دورات أفقية دورة أولى الدورة التانية مجموعة 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 صفرية وهيلاقي تحت كده في الفئة دي الفئة دي هي تفئة المجموعة التامنة بعدها بتبدي ب انا عندي الفئات بداية الجدول مجموعة صفرية دي فيها ست مجموعة دي فيها عشر مجموعة اللي هو 3B 4B 5B 6B 7B المجموعة التامنة ضم ثلاث مجموعة المجموعة التامنة دي فيها ثلاث مجموعة بعد كده 1B 2B بعد كده الفئة F ودية اللي فيها اللانسانيتات والA والاكتينيتات دية الفئات بتاعت الجدول الدوري بعد كده يقولك ما المقصود بكل منه متسلسلة النشاط الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي دي هي ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي يعني انا برتب متسلسلة نشاط الكيميائي دي هي بترتب العناصر ترتيب تنازلي بس حسب ايه حسب درجة نشاطها الكيميائي طب ما ديجي ناخدهم كده هقولك اه تالبوداسيوم والسوديوم دول هم اللي بيبقوا في اول المتسلسلة ليه عشان هم بيتفعلوا مع الهواء الجوي بيتفعلوا مع الماء لحظيا وبتساعد قاتل هيدروجين اللي بيشتعل بفرقعة بعد كده بياليهم مين الكالسيوم والماغنيسيوم طول بيتفعلوا مع مين مع المية البردة بعد كده الزنج والحديد طول بيتفعلوا مع المية السخنة بس في درجات الحرارة العالية بعد كده النحاس والفضة طول ما لهم ما بيتفعلوش مع المية خالص طول ما بيتفعلوش مع المية ايه ما بيتفعلوش مع المية خالص بعد كده عندي التلوث المية هي المية بيحصل لها تلوث وعندي انواع كتيرة من الملوثات انا عندي تلوث المية اعرفوا الاول تلوث المية هو اضافة اي مادة الى المياه اضيف اي مادة الى المياه بشكل يحدث تغيرا تدريجيا مستمرا في خواصة يعني ما اضيف اي شيء للمياه هيخلي فيه تغير في الخواص بتاعتها بصورة بتأثر على صحة الايه الكائنات الحية ملوثات المياه لها نعين ملوثات طبيعية ملوثات صناعية ملوثات المياه بتنقسم لحاجتين طبيعية وايه وصناعية الطبيعية تلي بتحصل مش من عندنا من عند ربنا صار طبيعية زي ايه زي انفجار البراقين مود الكائنات الحية اللي اصلا بتعيش في المياه البرك والرعد والكلام ده كله وحرق الغابات ده كله ملوثات طبيعية طب الملوثات الصناعية دي اللي احنا بنعملها احنا بقى دي للانسان هو اللي بيعملها المصدر بتاعها من انشط الانسان ايه المختلف زي ايه زي اللي هو الاسراف في المبيتات والاسمدة القاميه الصرف في المياه البحر والانهار حرق الفحم والبترول وتكوين الدبابة الدخاني والأحمق والأمطار الحامدية طب انواع التلوث اللي عندي انواعه التلوث اربحة تلوث بيولوجي تلوث كيميائي تلوث حراري تلوث اشعاعي التلوث البيولوجي اللي هو جاية من البايو من البيولوجي اللي هي جاية من الفضلات الانسان والحيان بالماء اختلاط فضلات الانسان والحيان بالماء ودي الدرر بتاعها ايه اللي بتسيب الانسان بكثير من الامراض زي البالهاريسيا التيفود الالتهاب الكبت الوبائي بعد كده التلوث الكيميائي كيمية مع مية يعني انا عندي مياه الصرف السحي دي هتختلف بالايه بالمية مخلفات المياه بتاع الصرف السحي هتختلف بايه بالانهار والبحار طب ماشي دي بقى قدراره علينا ايه قال لي لو انت عندك سيادة مرتفعة تركيزات مرتفعة من الرصاص هتقدي الى موت خرايا المخ تركيزات مرتفعة من الزئبق هتقدي الى فقدان البصر تركيزات مرتفعة من الزرنيغ هتقدي الى ارتفاع معدلات الاصابة بمرض السرطان الكبد هتقدي الى ارتفاع معدلات الاصابة بسرطان الكبد بعد كده عندي التلوث اليه التلوث الحرار قال لي فيه عندي مناطق البحرية اللي فيها المفعالات النووية طريقة الحرارة بتوصل ساعات لألف ومئتين درجة مئوية وفجأة مرة واحدة نرميها في المياه يعني درجة حرارة المياه ألف ومئتين هتقدي نصبها يعني نحطها على طول في المياه البحار فطبعا هيحدث تغير كبير قوي في درجة الحرارة وده هتقدي الى الكائنات البحرية الموقوطة هتموت هلاك الكائنات البحرية الموجودة في هذه المنطقة الانفصال الأكسجين الزائب في الماء الأكسجين هيطلع لفوق بعد كده عندي اخر تلوث اللي هو التلوث الاشاعي اللي هو تصرب المواد المشاعة من المفعالات النووية تصرب المواد المشاعة من المفعالات النووية وإلقاء النفايات الزرية في المحيطات والبحار بعد كده عندي ازاي احمل مياه من التلوث تقول له واسألي التلوث المائي انا بقول له حاجة ورح بقى مستفسر فيها بقى لنديه مراجع يعني بعد كده عندي اللي هو ازاي احمل مياه من التلوث قال لي تحمل مياه من التلوث ازاي ان انت تقدع على ظهارة التخلص من مياه الصرف الصحي تطهر الغزانات مياه الشر بفوق اسطح العمارات بشكل دوري عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات المياه المعدنية لازم الدولة طبعا تعمل اجراءات علشان تحمل مياه برضو من التلوث ايه الاجراءات اللي هي بتنشر الوعي البيه بين الناس وعن طريق وسائل الاعلام بقى والتلفزيون والمطبوعات وتطور محطات تنقية المياه وبتعمل تحاليل دورية طبعا على المياه عشان الشر ده تلوث المياه طب نيجي بقى كده نفتكر كده ايه هو تعريف تلوث المياه تلوث المياه اضافت اي مادة الى المياه بشكل ايه هتتغير تدريجي مستمرا فيه في خواصة بسرعة اثر على صحة الانسان والكائنات الحية بعد كده ناخد اشبال الفلزات اشبال الفلزات هي عناصر خاصة ما بتجمع ما بين الفلزات واللافلزات والتي تكون عارف العناصر بتاعتها اللي هي البرون والسيليكون والجرمانيوم والزرنيخ والانتيمون والتراريوم ثاني burgerone silicon Germanyum انتيمون تلاري ديت اشبال الفلزات ازاي بقى ميز ما بين اوكسيد المغنيسيوم واوكسيد الكابريل ما بين اوكسيد المغنيسيوم واوكسيد الإلكابريل انبصني مع بعض اوكسيد المغنيسيوم ازاي بيتكون اوكسيد المغنيسيوم بيتكون من تفاعل الماغنيسيوم مع الاكسوجين هيديني ام جي او تاكسيد المغنسيوم تفعل اكسيد المغنسيوم كده مع المية هيديني ايه ام جي او اتش باي تو اللي هو هيدروكسيد المغنسيوم هيديني هيدروكسيد المغنسيوم اللي هو بيعمل ايه اللي هو بيزرق ورقة عبات الشمس اللي هو بيزرق ورقة عبات الشمس وده اكسيد حامدي ولا قاعدي لا ده انا قال اللي هو اكسيد قاعدي اللي هو اكسيد قلوي اللي من الين من القلويات اللي هي بتزرع ورقة عبات الشمس بعد كده الكابريد الكابريد اكسير كابريد بيجي زي الاس مع الاو تو هيديني اس اس ري اس مع الاو هيديني اس اس ري طب ماشي الاس اس ري ده ما تفعلها مع المية هتدي لك محلول حمضي اللي هو بيحمر ورقة عبات الشمس اللي هو من الاكاسيت الحامضية التي تحمل ورقة عبات الشمس يبقى تاني زي ما ميز ما بينهم ده هيزرع ورقة عبات الشمس وده هيحمر ورقة عبات الشمس بعد كده عاوز اهمية كل منه اذكر اهمية كل منه اول حاجة معايا مين هو النيتروجين المثال النيتروجين المثال انا عارف اهميته ان هو بيحفظ قرنية العين لان بيحفظ قرنية العين لي بيحفظ قرنية العين عشان ان الدرجة حاب تنخفض عن تسالب مية auf 196 درجة طب ما تجيب السيريكون السيريكون ده اهميته ايه السيريكون اهميته بيستخدم في صناعة شرائح لمستخدمة في عجزة كمبيوتر شرائح المستخدمة في عجزة كمبيوتر ليه؟ عشان هو من اشباه الموصلات اللي هي بتتوصل بالقهرباء اللي توقف توصيلها للقهرباء على درجة الحرارة طب القوبى ال 60 المشاعة ده بيستخدم في حفظ الأخذية ليه؟ بيستخدم في حفظ الأخذية عشان أزاع أشعاد جامل لتصدر منه هتمنع تقاصر خلايا الجرسيم أشعاد جامل لتصدر منه هتمنع تقاصر خلايا الجرسيم بدون أن تؤثر على الإنسان أن تتناولوا هذه الأخذية طب ماشا السوديوم بيعمل إيه؟ إيه استخدامته قال السوديوم بيوصل تكيت للحرارة بيستخدم في نقل الحرارة من قلب المفعل النو tangent خارجه. بيستخدم في نقل الحرارة من قلب مفاعل النوع الى ايه? الى خارجه. ليه? بنقيلها للخارج. عشان تستخدم في حصل على الطاقة البخارية اللازمة لدولية القهرباء. حصل على الطاقة البخارية اللازمة. عشان ايه? عشان احصل على القهرباء. بعد كده اخر حاجة معي في اذكر اهمية. اذكر اهمية الماء. اهمية الماء. اوه. اللي الماء بيستخدم فيه مجالات متعددة. اللي زي ايه? بدونه مجالات الزراعة والصناعة واستخدامات الانسان وان الماء هي او الماء هو كل شيء وخلقنا من الماء كل شيء حي يبقى المية بتستخدم فيه كل شيء ما بتستخدم فيه في كل حاجة ممكن نقول بقى في الصناعة والزراعة والاستخدامات الشخصية زي الغسيل والكلام ده بعد كده علل مية لسه قالينه برضو للكوبالت ستين المشاعر بيستخدم في حفز الاغذية لان اشعي الجامعة اللي هتصدر منه هتمنع تقاصر خلايا الجراثيم بالغذاء تمنع تقاصر خلايا الجراثيم بالغذاء تون ان تؤثر على الانسان ان تتناول هذه الاغذية تون ان تؤثر على الانسان ان تتناول هذه الاغذية بعد كده تتشابع عناصر المجموعة الواحدة فيه الخواص ليه اللي لو انت مسلا جيت وزعت السوديوم اتنين تمانية واحد فوق اللسم اللاي تلاتة اتنين واحد اه البوتاسيوم كده سعتاشر اتنين تمانية تمانية. كلهم بيقوا في المجموعة ايه? ايه? يبقى ليه المجموعة الوحدة? عشان تتطفق في عدد الكترونيات مستوى الطاقة الخارج. عشان تتطفق في عدد الكترونيات مستوى الطاقة الايه? مستوى الطاقة الخارج. بعد كده على ارتفاع درجة غليان المياه. ليه? درجة غليان المياه بترتفع. قبل ما اقولي السؤال انا عاوز اعرف الاول ان المياه بتتركب من ايه? المياه بتتركب من زارتين هيدروجين وزارة اكسوجين. وبينهم روابط تساهمية. وازعج ما بينهم مية اربعة ونص. وجزء مية مع جزء مية اخر بيعملوا روابط اسمها روابط هيدروجينية. اي روابط الهيدروجينية ديت? هي نوع من التجازب الالكتروستاتيك الضعيف تبينشأ بين بعض المركبات الكتبية. والكزئات المية لها خواص فيزيائية وخواص كيميائية. الخاصة الفيزيائية اللي هي المية بتوجد في تلات حالات. صلبة وسائلة وغازية. صلبة زي الدل سائلة زي المية غزية زي بخال المية المية برضو تاني خاصية المية مزيب قطبي بتدوب بعض بكل المركبات القطبية بس المركبات الغير القطبية المية ما بيتدوبهاش مع عدد السكر ده مركب تساهمه وغير قطبي ليه المية بتدوبه عشان بتكون جزائيات السكر بتتكون مع المية روابط هيدروجينية لان جزائيات السكر تكون روابط هيدروجينية مع جزائيات المية ودفاع درجات الغلايان التجمد. ده السؤال بتاعنا. درجة الغلايا مفروض كان بتاعة المية تبقى اقل من مية. ودرجة التجمد برضو تبقى اقل من السفر. بس الاتنين لقيت المية بتغلى عند مية والتجمد عند السفر ليه? بسبب وجود رابط هيدروجينية. بسبب وجود رابط هيدروجينية. بعد جده انخفاض كسافاته عند التجمد. المية بتنخفض كسافاته عند التجمد ليه? ليه المية بتنخفض كسافاته عند التجمد? لانه عند انخفاض درجة الحرارة الماء عند اربعة درجة مائوية هتتجمع جزيئات الماء بواسطة من الروابط الهايدروجينية وهتكون بلورات سلك سوداسية للشكل كبير الحجم سوداسية للشكل كبير الحجم بين الكثير من الفراغات فهيستحك ما هو هتقل لي ايه وهتقل الكسفة بعد كده عندي الخواص الكيميائية بتاعة الماء ان الماء متعدل تأثير على العباد الشمس ولا بتحمر ولا بتزرق بتخليها زي ما هي بتخليها متعدلة وانحلال الماء بالكهرباء الماء بتحلي بالكهرباء عن طريق جهاز فولتاميتر هوفمان عن طريق جهاز مين فولتاميتر هوفمان بعد كده السؤال الرابع حفز معظم العناصر الاقلاء تحت سطح الكيروسين في المعمل ليه وشان احنا عارفين لو ما بتفعلوا مع الهواء الجوي تالي احنا قلناه لو ما بتفعلوا مع الهواء الجوي لحظيا يبقى ليه لما نتفاعلهم مع اكسجين الهواء الجوي لما انه متفاعله مع اكتشجين الهواء الجول ما اثر كل من ما ياتي على البيئة المائية ايه اثر كل اللي هيجي ده على البيئة المائية ده انا لسه شرحه حالا بالتفصيل وهنقوله تاني لما مخلفات المصانع في الانهار والبحار ايه اللي هيحصل هيحصل تلوث كيميائي هيحصل تلوث كيميائي تلوث الكيميائي ده هي لو درر او قال لي لو انت اكلت سمك بيحتوي على تركيزات مرتفعة من الرصاص هيجي لك موت خلايا المخ هيجي لك موت خلايا المخ لو انت شربت مياه كتير فيها تركيزات مرتفعة من الزئبق هيقدي الى فقدان البصر لو انت شربت مياه تحتوي على سرنيخ هيجي لك ارتفاع معدلات الاصابة بمرض سرطان الكبد ده مخلفات المصانع استخدام مياه الانهار والبحار كمسطر متجدد لعملية تبريد المفاعلات النووية تتلوث ايه تتلوث حراري ويهي اثر على الانسان هيجي لك كائنات البحرية الموجودة في هذه المناطق ليه نتيجة الانفذار الاكسجيني الزائف في ايه في مياه اختلاط فترات الانسان والحيان بالماء تهي يتقدر تلوث بيولوجي وهيستبقى بكثير من الامراض زي الطايفوت والبالهاريسيا والارتهاب الكابت ال ايه الوبائي السؤال السامة الشكل المقابل يمثل لكزئة من الجدول الدورة الرموس الموضحة به تمثل عناصر اتس الشكل ثم اجل بص الاول ناحية الجدول القدامة هو احلى حاجة ان انا اعرف اشرح لك كل الجدول بص دي المجمعه ايه 2A 3A 4A 5A 6A 7A المجمعه الصفرية 3B 4B 5B 6B 7B المجمعه التامنى التلاته دول 1B 2B دي عناصر فاقس دي 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 و هتلاقي هنا كده المجموعتين هنا كده اللي هو الفاقف اللي هو اللانسا نيدات والاكتيني دات الحجم الزري حجم الزري هنا اكبر ما يمكن هيوض الحجم الزري ال حد منوصل لحد هن ده الفلور اللي هو اقل حجم ذری اما في المجموعة الحكم الزري يزداد الحجم الزري في المجموعة بيزداد طيب نجي نشوف ما نوع كلما من العناصر X نوع العناصر X و R ارا هكي و M و D نعقل لعنصر عنصر X عنصر فليز عنصر M عنصر فليز انتقالي عنصر R اللي هو فليز أما M فليز انتقالي أما D غاز خامل أما D بتحتوي على غازات خاملة ثانية الر فليز الام فليز انتقالي دي غاز خامل اذكر عادة ذلك للعنصر B انا بقى اعاوز اجيب العدد الزر وعلى بوتون انا هعمله هنا على العكس عشان اعرف اجيب الموقع المكان بالدورة والمجموعة. kollega هجيب العدد الزر لازم اشوف ده في الدورة الكام. ده في الدورة الكام التانية. والمجموعة ادي واحد اتنين اثنين تلاته اربعة خمسة ستة. يعني المجموعة ايه الدورة التانية. الدورة prospect يعني نرسم اتنين مستوى طاقة. ادي الاتنين مستوى طاقة. المجموعة الستة يبقى اخره ستة. المجموعة الستة يبقى اخره كام? اخر ستة. يبقى هو كده في الدورة التانية. والمجموعة ما تجي نتأكد ادي الدورة التانية هوا. والمجموعة ايه? يبقى لعدل الزر بتاعه اتنين وستة تمانية. عدل الزر في كام? بتمانية. طب لو انا بقى من تجي 8 كما كدوا المجموعة 8 2 و 6 حالية مستوى طاقة اثنين تقوي ال ال يعني مستوىين طاقة يبقى الدورة التانية. اخر مستوى طاقة في كمه الكترون ستة يبقى المجموعة سيكس اي. يبقى المجموعة ايه? سيكس اي. لو انت واحد طبعا الفعل في ابي. ما الذي تمثله المنطقة المزللة ديه? طبعا اجبال الفلز زي. دي اجبال ايه? الفلز زي. اذكر الرمز الذي يمثل الرمز من هنا. طبعا البيضة اللي هو الاكسوجين. هو تمانية اللي هو الاكسوجين. انشط العناصر بالمجمع وان ايه. المجمع وان ايه النشاطية بتنزيد وانت نازل على تح. يعني انشط العناصر مين? هو اي. اللي هو السيزيام. سي اس. السيزيام. العناصر الاعلى سالبية في الدورة الثالثة. السالبية وانت ماشي كده بتقل. السالبية بحصل لها بايه? السالبية عكسر حجم الزري. حجم الزري وانت ماشي من هنا كده بي ال. اما السالبية بتزداد. حجم الزري بي ال. اما السالبية بت ايه? بتزداد. وانت ماشي في الدورة كده. السالبية القهربية بتزداد. ادي الدورة الثالثة. السالبية القهربية بتزداد لحد ما ننصر للعنصر ايه? للعنصر كي. لحد ما ننصر للعنصر كي. اللي هو الكولور. اللي هو الايه? اللي هو الكولور. ده اعلى السالبية في الدورة الثالثة انا اخترت الدورة الثالثة اخترت الدورة لايه الثالثة اكبر العناصر حجما بالدورة التانية في ان الدورة التانية الحجم الزر كده بيقل اما كده بيزيد اكبر العناصر حجما في الدورة التانية اهو اللي هو مين الان اللي هو مفروض اللي هو اللي سيم الاي تلاتة ده المفروض اللي هو اللي سيم الاي كام تلاتة كده احنا خلصنا مراجع الوحدة الاولى اعتقد اللي احنا ما استمتناش اي حاجة الوحدة الاولى لما شرحناها خالص ااااااااااااا لو عندك اي اسئلة يبقى في الكومنتات وحنا هرد عليها ان شاء الله ااااا وكده ان شاء الله هنعمل دلوقتي الوحدة التانية ان شاء الله هتنزل لكو برضو قريب بعد دي باذن الله واشوفكم احنا براجع الوحدة التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة